السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكيف حالكم اصدقاء. انا ارجنا في فيديو جديد وحلقة جديدة عن فورتنايت او اخر الاخبار عن فورتنايت وطور الزومبي. بهذا الفيديو راح نحكي عنها كل الاخبار بتحديث ما تلتعاش عشرين. اغلب الاحداث او اغلب الاشياء اجيت مختصة لطور الزومبي. ما لا البتل ريال. بس ولكن شوية اجيت تحديثات لطور الزومبي. البتل ريال عفوا. نشوف شهد التعديلات راح نحكي لكم عليها كلياتها. وبالاضافة الميزات ان نزلوها للبتل ريال كلياتها. ولطور الزومبي. والاخينا نبلش بالفيديو نحكي لكم كل ما هو جديد في هذا التحديث ان شاء الله. بداية الخيناة واشي نحكي عن طور الزومبي اخر الاحداث اخر الاخبار اللي اجت عن طور الزومبي. صراحة الاخبار عن طور الزومبي اجت مخيبة لمال وبنفس الوقت هي شوي فيها شوي تحفيزي از طلعنا متل ما يقول ما بين السطور ما بين الحروف لانه المقالين نزلو عن طرز زانبيه بشكل جدا كبير يعني حتى مiejيفة فص porter royale بس ما نزول متل ما يقول اسمه موجز او تقريح establishing قاعدة او او تقريح موجز عن اخار الاخبار لعدي نزلو عن بطرز زانبي بيحكو عن طرز زانبي ينزلو عنه مقال بس هذا المرا نزلو المكال الان عن الطير الزانبي فأتخيلو لكن هاي معلومات جدا سوفنا نزلو عن طرز زانبي ونحكيها كلها بالبداية خلينا صلى على النبي اللهم صلى على سيدنا محمد اللي اجي حكوا اول شي اعلن انه توقف طور الزومبي بشكل نهائي بس قبل ما انه نقوم توقف طور الزومبي بشكل نهائي اذا تذكروا بفيديو ماضي انا حكيت عنه انه حكوا انه راح نشتغل شيء ضخم جدا لطور الزومبي حواليا لما بداية كورونا وباول ببنى الكورونا اول ما اجت توقع بشهر الثالث كتبوا انه راح نعمل شيء ضخم جدا وراح يكون هذا الضخم بس بتكون تستبروا شوي علينا للاعبين طور الزومبي وهذا الاشي راح نقدم لكم بشكل جدا كبير على ما يبدو على ما يبدو ان حسب انها تحليلي واه يعني حسب توقعاتي حسب ما انا شايفهم لانه كانت اللعبة عب تتجهز هذا الاشي وكان في كتير شغلات ما نشوفها باللعبة مثل كان عنا متكبر في كتير اشياء شفناها فعلى ما اتوقع على ما اتوقع غيروا رأيهم فقرروا انه هذا بيكون طور مفصل متل طور الزومبي متل الشخص اللي عنده طور الزومبي فممكن انه ينزل هذا طور مفصل قريبا متل طور الكرياتف لما نزل فاتوقع هذا الاشي مستقبل راح يصير ما بعرف ايه توقعات من عندي المهم خلنا نحكي نحن هلا على الموجود حاليا الموجود عنا موجود عنا حاليا طور الزومبي متل ما قلت لكم القصة انتهت او متل ما هنكاتبين طلعت من تطوير او تطلعت من الظهور المبكر وسطة رحلة النهائية. او تعتبر انتهت طور الزومبي معدلها اي وجود حتى لا لازم انتك تدخل تشتري اللي ما عنده طور الزومبي اللي هيدخل يشتريها. ما عد في حزمة طور الزومبي. ما عد في اي اشي ممكن انك تشتري طور الزومبي فيهم. بس ولكن رح تتوفر هاي الحزمة مع حزمة الاشترين دولار. رح تنزل باربعة بالشهر. رح تنزل حزمة عشرين دولار. رح يسمح للعبين ان يشتري هاي الحزمة. طبعا هاي الحزمة الدب المعدين المتلمين لكم وشيكنا قدامكم على شاشة. هاي الحزمة نعمة تشتريها هتحصل معها. وبالاضافة راح تقدر تدخل عطور الزومي بشكل مجاني عليه. ولكن في نقطة جدا مهمة هتوقع انه هاي البداية الممه يعني هاي لعب بتمهل هذا الاشي. فلا تتشاءم صراحة. يعني انا بالاول كنت متشاءم صراحة بشكل جدا كبير. وهذا التزيين انتم شايفينه تقريبا امكان سبع مرات سرعته. عم بحاول ابسط الافكار بشكل جدا كبير حتى توصلكم حبة حبة. تمام? متل ما كتبوا حسب اه حسب تطوير حسب ما كتبوا هني بالمقالين الملخص طبعهم. انه اللي ياخد هاي الحزمة ما راح يقدر يحصل عن مهمات تسجيل الدخول يومية اللي نحنا عم نحصل فيها اللعبين العاديين. فاتوقع انه راح تكون هاي متل مرحلة تجريبية حتى يقدروا يحكموا انه الناس يلي عندهم طور الزومبي يقدروا يفصلوا الناس اللي عندهم طور الزومبي سابقا. الناس اللي راح يدروا يحصلوا هاي الحزمة بشكل مأجور فبتوقع انه بعد هاي الحزمة بعد تقريبا لكن اربعة وخمسة شهر لما راح يظهروا هذا الاشي اللي عب يشتغل عليه بشكل جدا كبير. راح يظهروا راح يعلم ان طور الزومبي راح يصير مجانا لكل الناس. اي شخص ممكن يدخلوا ويلعب مهما طور الزومبي. ولكن اه حواليا نحن ما ما بعرف حدث كله تحليلات من عندي ما في حكي عنه من ابدا ما في اي اشي. كله انا بحلله من عندي. بس ولكن الحزمة هاي راح تحصلها تشتريها بعشرين دولار راح تحصل طور الزومبي بشكل مجاني. مهما التزييد الدخول يوميا راح تلتغى. راح توقف ما راح يكون فيه الاكتمد مهما التزييد الدخول يوميا. بالاضافة للي عندهم حزبة المؤسسين او الناس اللي عندها طور الزوم بشكل مسبق. طبع راح يدروا يحصلوا مهما التزييد دخولي اليومي. وبالاضافة راح يحصلوا بمنه وقفوا الدعم فرح يحصلوا الحزمة اللي اكبر من حزمتهم يعني انت ازا مشتري حزمة الاربعين دولار او من الاربعين دولار فرح تحصل الحزمة الاعلى. انت محنش مشتري الحزمة هاي راح تشتري الحزمة الاعلى منها. المهم حتى توصل للحزمة النهائية اللي عنده الحزمة الاكبر لحزمة الذهبية توقع اسمها او اللي حقه كان يمكن مية دولار او مية وخمسين ما اعرف المهم هي الاغلى كانت. المهم اللي عنده هاي الحزمة رح يحصلت من تلاف بوكس بشكل مجاني. لان كل واحد رح ياخد على هو الاعلمة رح ياخد على منه شيء. فاعطوط من تلاف بوكس. ترضايت او متل ما يقول ترضي ايش. الجائزة ترضي. وطبعا هون اعلنوا كاتبين تحت لما كاتبين بالمقالة وما بين السطور كاتبين. انو طول الزومبي رح يضل يتدرب بامكانك انك تشتري الاسكندات الموجودة او الاشياء التجميلية الموجودة بالبترويال وطول الزومبي رح تضل تستخدمها بشكل دائم ما يكون في عليهم اي مشكلة. ولكن في المستقبل ما ما صاري اللي انت عبت حصلها من طول الزومبي ما رح تسمح لك تشتري الدوات التجميلية الموجودة بالبترويال. طبعا حكوا كمان الموضوع الموجود للمستخدمين طول الزومبي اللي عب يحصلوا فيه. هذا الفي بوكس ما رح يمديهم بالمستقبل للمشتروا العناصر التجميلية الموجودة في البترويال ويستخدموها في كل طورين. فمستقبل رح تظهر عملية جديدة او موضوع جديد او رح يحسبوا لها موضوع بشكل مفصل اكيد بس ما رح اقدر افصل لكم اياه اني يصالي ساعتين عم بحاول اني احاول اني اضسطل هذا الموضوع بس ولايك نشرحه جدا صعب. المهم رح يجوز اتوقع اتوقع رح تكون في عملية جديدة وبس ما رح احكي اكتر من هيك. مثل طول الزومبي ما في بالبترويال ما في غير عملية وحده لعملية الفي بوكس. وطول الزومبي موجودة عليها تلات عملات. ما هي. والذهاب والفي بوكس. فاتوقع تنزل عملة رابعة. وهي العملية الرابعة ما موجودة بتور الزومبي موجودة بس بالبترويال. مثل الباقي الالعاب. مثل دفجنت. فيها عملتين. في كل اقتر الالعاب فيها. كلا فاتوقع نروح تكون فيها عملة تانية رح تنزل لبس للبترويال وتشتري فيها شغلات بس بالبترويال. وهي العملية تقدر تشحنها شحن depois يعني شو راح نجزئي حتى ما سمعت واحد شخص عبي يحكي انه مسلا نفرض نزل سكن ب الف ومئتين مسلا نفرض فرضا تمام انت عندك من هيا العملة الف فناسك مئتين فانت ما راح تروح تشتري في بوكس ب الف او بالعملة اللي موجودة هتشتري منها الف حزمة ضخمة راح تنديك انك تشتري بس المئتين وتشتري هذا الاسكن تمام هاي الابسط فكرة انا حاولت وسط تكون هيك اكثر اشي اكثر من هيك ما اخرج مسلا تمام فهيك حاقين انه بس بهالموضوحات وهي بالنسبة لطول الزومبي كل ما هنالك اه يعني طول الزومبي تودها تقول له جي جي باي باي بعد قول له اي تحديثات بعد قول له اي تطويرات اه بعد فيه له اي اشي يعني متل ما شفتوه هلا احداث ذا ذا اللي راح يبروك معنا اتوقع اربع او خمسة شهر يعني انا اربع خمسة شهر واربع خمسة وزنات راح يبروك معنا لانه زنازين برك معنا من الاول العلاطات راح لابلج العدسة الثاني وبالنسبة لامات الرائعة اللي موجودة معنا ممكن تدخل بقناة بتقلي بتاحت راح تحصل اه بتشوف فيديوهات او بتشوف اه فتفتيح لامات الرائعة لانه فتحتنا كتير فترة قبل فتحناهم وبالنسبة شرح الحدث للنزل حاليا والله الحدث جدا جميل انا لعبت اول مهمة منه جميل جدا العالم اللي عاملينه جدا خرافي جدا جميل متعوب عليه صراحة راح نزول لكم فيديو ان شاء الله بعد اربعة خمسة ايه بس خلصت تحديات كلاياتها اشح لكم التحديات وقول لكم شو كل شخصية والاسكنات راح تجيب وفاصل لكم اكثر يعني عن التطوير او التفصيل للاسكنات متل ما انكم شابينها قدامكم على شاشة هي الاسكنات كل شخصية شو راح تحصرها وتفاصيلها اكثر ان شاء الله في المستقبل كل ما هنالك هذا كل الاخبار عن عن كل الاخبار هي عن طول الزومبي اه وان شاء الله مثل ما انا اعطي لكم ومثل ما انا متفائل ان شاء الله يجينا هلأ نحكي لكم عن البتل رويال واخر الاخبار اول شي بالبتل رويال مثل ما انكم شايفين الاسكنات اللي موجودة قدامنا فيه سكن مثل هذا شايفينه فوق اللي هو اساسا نزل لونه اسود ونجوم كان محرف بلون ازرق هلا صار لونه نار مبارف ليش نزلوه ويعني اما هون بس المهم نزلوا سكنات اكتر وفيه سكن كمان اللي تحت من البنت اللي لاف شعرها نفس حكايته تماما نازل بنت المهم هذا في سكن متل حكايته تماما كان نازل وموجود عندي نزلوه نفس الشي بس ولكن لفين الشعر وملبسين البنت شورت بس كل ما هنالك مما مع الزمين حولهم حتى تمزوين كرياتف لالسكن اكتر وبالاضافة هي الاسكنات وهي تشناد الظهر والاسلحة او الالوان الاسلحة وبالاضافة مثل ما انكم شايفين هي تعديلات الاسكنات اللي عنده هي الاسكنات سيقدر يحصل عائد تعديلات وبالاضافة للرقصات والبكاكسات اللي انتم شايفينها ادامكم على الشاشة كل ما هنالك هذا لاجرى البتل رويل بس ولكن صراحة انا اه قلت بدي اروح اجرب البتل رويل انزول فيه العب لا اشوف اش فيه فيه شي اكيد نزل شي سري مستحيل يعني ما في شي ازا شفتوا عنا حلما موجود المنارة من فوق على الشمال على اليسار فيه متل جزيرة صغيرة ظهرت فيه هناك متل هدول الهوليميات اللي هيك موجودات في تروح في مكان تعطيه مية فيبو ما تعطيه مية خشبة فبيبني بناء الون رح فرجيكم اياها ان شاء الله وبالاضافة كمان لبعض التعديلات اللي نزلت او بعض الاشياء النزلت اللي معلنت عنها بالجيمز بفورتنايت او ما كتبتها بالتقارير ولا كتبت اي شي حتى تقرير اساسها ما كتبوا تقرر حوالي ايش نزلوا اخبار او ايش عملوا بس كتبوا انو رح نسوي تحديثه بس ما كتبوا اي شي لانه قالين نزلوا عن طور الزومبي اه في الفرد اللي هو شفناه بالفيديوهات التسريبية بالسابق اللي هو فرد الفليرار واخيرا نزل هو الفرد استفيد منه مثل الدبان اللي بتحرق بس ولكن المرة على مدى بعيد جدا يعني بتعين فيه وبتضرب بس ولكن فيه نقطة جدا مهمة انا جربت على البعيد وعالقريب لما تكون تبعين عن الهدف وتضرب فيه فهو بسوي مثل عمل عملية للمبنى او للهيكل فاذا كان في حدا اتوقع يعطيك اشارة انا جربته كذا مرة وضربت على المبنى وصدف ما فيه حدا موجود بالمبنى بس اتوقع اذا فيه حدا شخص موجود بالمبنى وضربت عليه فهو بحدد وين موقعه تماما لهذا الشخص وهذا الاشي بفيدك انك تحرق البناء اذا كان مبني من خشب او مثلا الثاندين بأنين بشكل كبير احسن ما تبرك ساعة او تكسر وتروح عصس ISO سجرت المارك return حرات مابنى انه مثل عنصر قابل الاستهلاك قابل الاستهدايا ممكن تنغطalling ما indigenousir تعايق بتنغطون بما هاه터 كان السابق قانون كان في ماكينات موجودة راح تقدر تحصل نفس المكان حتكون في ماكينات موجودة وتحصله بالضربات بس ولكن النقطة اللي ما ذكروها انه صار الماكينة هاي حواليا بالبيكاكس بتكسرها وبينزلك ايتم متل ما شايفينه ادامكم على الفيديو بتشيله بتحطه بتحطه بغير مكان تنسب الماكينة بتطور سلاحك بتكسره وبتزده بغير مكان طبعا انا جربته ضربته برصاص ما ما حسب لي ضربة بس ولكن اذا اضربته بالبيكاكس بنحسب عليك بس هي كلها الشغلات اللي اجدت في البطل رويال او اللي اكتشفتها انا ما بعرض اذا في شغلات جزء انا ما اكتشفتها وما شفتها ممكن انتو تكتشفوها وكتبتولي تحت التعليقات شوها الجديد اللي انتو اكتشفتو لانه بالجامس دايما تعتمد للناس تكتشف هاي الاشياء اكتشافا وما بتحكي عنها بشكل مفصل وبس بكل هنصرنا هات الفيديو شكره لك من في القلبي صراحة ازا كدع تستهدم الكود السبعين وزا حطيت كمان لايك واشتراك للقناة وزا كد معك حطت لايك والاشتراك ارجو انك تحطوه بعد ما حكيتها للحقيقية واقتنعت في حديثي وحبي بانك تسمع اخر الاخبار ان شاء الله بالمستقبل كمان مرة ثانية مني وبس السلام عليكم ورحمة الله بركاته باي باي لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكراب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جددنا